تحياتي النهاردة هكلمكم عن حقيقة تآمر الامام الكسائي على عالم النحو الكبير سيباوي في المناظرة المعروفة باسم المسألة الزنبورية القصة بدأت عندما تمت دعوة سيباوي ليناظر الكسائي زعيم مدرسة النحو في الكوفة وتعتبر هذه المناظرة الأشهر في تاريخ علم النحو على الإطلاق لأنها كانت بين سيباوي علم النحو الكبير وزعيم مدرسة النحو في البصرة وشيخ القراءات وعلوم اللغة وزعيم مدرسة النحو في الكوفة وهم المدرستان الأكثر شهرة في تعليم علم النحو في نونو فاجتمع سادة القوم ووجهائهم وأمر يحيى البرمكي وزير الخليفة العباسي هارون الرشيد ببدء المناظرة وكان الكسائي قبل بدء المناظرة طالب من تلاميذها أن يرهقوا سيباوي بأسئلتهم قبل وصوله لتشديد انتباهه وليدعفه أيضا من تركيزه ومع بدء المناظرة أظهر كل واحد منهم براعة فائقة في مسائل كثيرة قام بمناقشتها لكن المحور الأهم في تلك المناظرة كان حول المسألة الزنبورية وهو سؤال وجهه الكسائي لسيباوي قائلا كيف نقول كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي أم فإذا هو إياها فقال سيباوي فإذا هو هي ولا يجوز النصب فقال الكسائي أخطأت بل الصحيح النصب فنقول فإذا هو إياها وطال النقاش حيث يروي البعض أن سيباوي برع وأجادة في تقديم حجاجة ودلائله وطال الخلاف بينهما والذي در مجمله على الرفع والنصب وأصل المسألة يعني أصل الموضوع كله المسألة الزنبورية فعرض عليه الكسائي أن يتم إحضار مجموعة من الأعراب الذين ينطقون باللغة السليمة والمعروف عنهم إجادتهم للغة وعلم النحو فوافق سيباوي على ذلك وده للأسف كانت خدعة من الكسائي وأصحابه وتلاميذه لاتفاقه مسبقا مع هؤلاء الأعراب على أن ينتصروا له وللرأي وفعلا نجحت الخدعة ورجحوا كفة الكسائي فطلب منهم سيباوي أن يؤكدوا ذلك وينطقون الجملة فلم تطوعهم ألسنتهم على ذلك وتهربوا طبعا ده فيه إشارة واضحة أن سيباوي هو المحقف طرحه فلم يكن للسيباوي إلا الإزعان للأمر والقبول بالتحكيم الظالم وقبل أن يرحل أعطاه الوزير كيست من المالي كبير من المال يعني يعني طردية طبعا وبعد ذلك قصد سيباوي بلاد فارس وفي قلبه طبعا غصى من هذه المنظرة الظالمة لم تمد سوى مدة قصيرة بعدها حتى مات سيباوي قهرا وغما وهمما من الظلم الذي وقع عليه يقول جمهور العلماء أن هذه المنظرة تم تسييسها كون الكسائي كان مقربا من الخليفة ووزيره رغم تأكدهم من أن الحق وكل الحق مع سيباوي كما أشار أبو العلاء المعري إلى تحامل الكسائي وظلمه لسيباوي في رسالة الغفران وقال الأصماعي أن هذه المنظرة أخذ الكسائي اللغة من أعراب من الحتمة فلما ناظر سيباوي استشهد بلغتهم الشازة ونفس القول قاله ابن الدرستوريا الناس دي من أعلام النحو يعني مش أي اللي بيدفع عن سيباوي دولا علماء نحو مش أي حد يعني ابن الدرستوريا قال برضو كان الكسائي يسمع الشاز الذي لا يجوز إلا في الضرورة ويجعله أصلا حتى أفسد بذلك النحو وكان يعتمد الكسائي على وجهته الاجتماعية وأنه معلم أولاد الملؤوب والطمعون في ماله ووجهته وطلابه وأتباعه ليكسبوا نظراته وأجمع علماء النحو جميعا على أن المنتصر الحقيقي في المسألة الزنبورية هو سيباوي وأكبر دليل على أن السيباوي كان واثق وعارف أن هو المنتصر الحقيقي أن هو فعلا من كتر يعني همه وغمه قلبه انكسر فمات يعني تخيله وهو لم يتجاوز حاجة وتلاتين سنة يعني فقط حياته بسبب الإحساس بالظلم وده أكبر دليل على أنه يعني تخيله أنه هو لما توفى لم يتجاوز الواحد وتلاتين عام فطبعا ده أكبر دليل على الظلم اللي تعرض ليه من الكسائي ومن أتباعه يعني حقيقة الظلم فعلا الظلم حاجة صعبة جدا أنا حبيت أعمل الحلقة دي لأن أنا كنت عملت حلقة قبل كده أتكلمت فيها عن المسألة الزمبورية وناس كانت يعني ضدوا معا فأنا حبيت أوضح وجبتلكم علماء النحو في التاريخ قالوا إيه مودول من علماء النحو يعني الأصماعي ولا دروستوريا ولا الناس دي يعني مش ولا أبو العلاق المعاري كلهم أشاروا إلى أن الحق كان مع سباوي وأن الكسائي هو اللي ظلموا حبيت طبعا أنا أعمل الحلقة دي عشان أوضح النقطة دي وأتمنى أن حلقة النهاردة تكون نالت إعجابكم وإلى اللقاء مع معلومة تاريخية جديدة وطبع مساءكم